سأبدأ بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ونؤكد اليوم أننا نسير على نهجهم ولا نلتفت كثيرا لحوادث الطريق لأننا نعرف مسبقا أن طريق الكرامة والعزة والديمقراطية ليس طريقا مفروشا بالورود لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية فأنا أعرف أن الوطن أكبر من شباط وأكبر من الجميع وأن الحزب أكبر من شباط وأكبر من الجميع لكنني أعلن اليوم بصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة وأن من يتحججون بشخصي وبإسمي أعرف لماذا هذه قناعة وكذلك قطع الطريق على كل متربسين بحزب الاستقلال إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد لكنني أشعر بتقلي المسؤولية وأعي جيدا مهامي كقائد للحزب وأعي جيدا المرحلة التي نجتازها هاد الناس اللي تقولوا أننا معرقلين ما نعطيهم شلم المناسبة مؤتمرها شهر مارس ما شيء من دفع عام بشينا في هاد الخطة لتنتفق عليها بكرامة حزب الاستقلال وكان وجودنا مضمون بكرامة الجميع الأمين العام الأمين العام يحرص على كرامة كل مغربي ومغربيات كان بزاف علينا وبالصفة علينا بالصفة علينا ولكن يوم 11 يناير 2016 اجتمع شملنا الحمد لله اليوم نحن أقوياء سننتصر ونحطن قوة الرجية سننتصر ونشايد قياح الحرية الله أكبر